شاهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب قوات المسلحة المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجي الذي ينفذه أحد تشكيلات الجيش الثالث الميداني على مدار عدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات وحدات قوات المسلحة ونقش الفريق أسامة عسكر القادة والضباط المشاركين في أسلوب تنفيذ المهام المخططة وكيفية التعامل مع المواقف الطارئة طبقا للمتغيرات المختلفة خلال مراحل المشروع مشيدا بالجهد المبذول والمستوى الراقي الذي ظهرت عليه كافة العناصر المشاركة وفقا لتخصصاتهم المختلفة